السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الحمد لله رب العالمين أحمده و حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين و الآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم و أشهد أن محمد عبد الله و رسوله صفيه و خليله خيرته من خلقه صلى الله عليه و على آله و صحبه و من اتبع سنة و اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا و سهلا و مرحبا بكم أيها الإخوة و الأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها كنا قد تكلمنا عن قول الله تعالى الله الصمد و ها نحن أيضا في هذه الحلقة نتفيأ بعض معاني هذا الاسم الجليل من أسماء رب العالمين الصمد ذاك الاسم الذي يدل على منتهى الكمال في حق رب العالمين و أنه لا كمال فوق كماله و لا ند له و لا نظير و لا مثيل فهو الصمد الذي كمل في كل شرف كما قال ابن عباس العظيم الذي كمل في عظمته الحليم الذي كمل في حلمه العليم الذي كمل في علمه الجبار الذي قد كمل في جبروته الذي انتهى إليه كل شرف و سهدود و لا يكون ذلك إلا لله وحده و لا شريك له سبحانه و بحمده الله الصمد قال جماعة من أهل العلم الذي لا يطعم بمعنى أنه جل في علاه مستغن عن الطعام و هكذا جاء في قراءة قوله جل وعلا و هو يطعم و لا يطعم في قراءة و القراءة المشهورة و هو يطعم و لا يطعم فهو المنزه جل في علاه عن كل حاجة هو الغني عن كل أحد سبحانه و بحمده و هذا معنى ما ذكره بعض السلف من أنه لا جوف له فهو مستغن عن كل شيء سبحانه و بحمده المقصود أن معنى الصمد الذي يجب أن يقر في القلوب و تتفهمه العقول أنه الذي كمل في شرفه و سؤدده و سائر صفات كماله سبحانه و بحمده و من معانه أيضا أنه الذي يقصد في قضاء الحواج فتقصده الطيور في السماء و تقصده الديدان في الأرض و يقصده الحوت في البحر و يقصده العاقل و غير العاقل يقصده الإنس و الجن لقضاء حوائجهم و هو الذي يقضي حاجة كل محتاج جل في علاه سبحانه و بحمده يعلم مثاقيل الذر و عدد القطر لا يخفى عليه من شأن عباده خافية يرزقهم جميعا في لحظة واحدة سبحانه و بحمده لا يحصي عباده ثناء عليه و ما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه إن الصمد الذي هو من أسماء الله عز وجل يدل على الانفراد في الكمال و أنه لا كفأ له و لا ند و لا نظير و لا مثيل فهو جل و على المنفرد بكل كمال لذلك افتتح الله هذه السورة بإثبات أحديته و ختمها بنفي أن يكون له نظير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و هذا مما فسر به معنى الصمد أنه لم يلد و لم يولد فليس له أصل تفرع منه و لا له فرع تفرع عنه جل في علاه فهو الغني عن الأصول و عن الفروع هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه و بحمده إن من الأمور التي ينبغي أن يعلم و أن تدرك في معنى الصمد أنه جل في علاه غني عن عباده و هم إليه فقراء و هم إليه في حاجة و ضرورة و قد ذكر الله في هذه السورة سورة الإخلاص التي هي سفة الرحمن ذكر الصمد مع اسم آخر من أسمائه و هو الأحد و هما قرينان مستويان في أنهما لم يذكر إلا في هذه السورة فالصمد و الأحد لم يذكر في سورة أخرى من سور القرآن إنما ذكر في هذه السورة فقط و لذلك في اقترانهما فائدة و هنا يأتي الفهم لمعاني كلام الله عز وجل و معاني أسمائه في حال انفرادها و في حال اقترانها يقول الله تعالى قل هو الله أحد أمر الله رسوله أن يقول هذه المقولة الله أحد الله الصمد فهو يخبر جل وعلا في أنه أحد و يخبر جل وعلا بأنه صمد سبحانه و بحمده فما السر في اقتران هذين الخبرين الخبر بأحديته و الخبر بصمديته جل وعلا إن السر في ذلك هو أن هذين الاسمين الكريمين بهما يثبت كل كمال و ينتفي كل شركة و قد تكلمنا عن الأحد و أنه الذي يفيد انفراد الله تعالى بكل ما له من الكمالة الصمد أيضا ليس فقط انفراد بل بلوغ الغاية و المنتهى في تلك الصفات لأنه قد ينفرد الشيء بوصف لكنه لا يكون قد بلغ فيه المنتهى و الغاية و النهاية لكن ما أخبر الله تعالى به من أحديته فهو دال على انفراده بصفات الكمال و أنه لا مثل له و لا نظيرة و لا كفأة و لا ند له جل في علا في شيء من صفاته لكنه أيضا أفاد لما ذكر الصمد أنه الذي انتهى في تلك الصفات إلى أعلاها فمثلا و لله المثل الأعلى لو أن شخصا في بلد ما يوصف بأنه كريم و ليس في البلد مثله أحد ليس في البلد مثله أحد فهو الكريم الوحيد في هذه البلد لأنه منفرد بهذه الصفة لكن إلى أي حد بلغ في الكرم هل بلغ إلى نهاية الحد و منتهى ما يوصف به الكرم أم أنه قصر في ذلك لما يكون منفردا بصفة الكرم لا يعني أن كرمه قد فاق غيره لا يعني أنه قد بلغ النهاية في الكرم إنما يكون ذلك إذا ثبت أنه الأكرم و أنه لا كريم في البلد غيره هذا مثال أقرب به معنى قرن هذين الإسمين فالله تعالى ذكر في هذه الآية في هذه السورة الكريمة التي هي صفة الرحمن و التي من أحبها أحبه الرحمن ذكر أنه الأحد و هذا يدل على إيش يا أخواني و أخواتي يدل على انفراد الله تعالى بكل كمال في أسمائه في صفاته في أفعاله جل في علاه سبحانه و بحمده في كل ما له من الكمالات هو المنفرد لا شريك له و لا ندة و لا نظير و لا مثل و لا سمي له جل في علاه لم يكن له كفا أحد لكن لما جاء معنى الصمد أضاف إضافة أخرى و هي أنه مع هذا الانفراد بتلك الصفات إلا أنه ليس فوق وصفه وصف فله المثل الأعلى جل في علاه الذي لا أعلى منه و له الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها و بالتالي بلغ الغاية و المنتهى في إثبات كمالات الرب جل في علاه من خلال هذين الإسمين من خلال هذين الخبرين المقترنين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهما الأمة في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر ما أعظم هذه المعاني إذا عقلها العبد و تفهمها و أدرك الأسر التي فيها فإنه يمتلأ قلبه محبة لربه و تعظيما له و إجلالا له و يعلم أنه مهما قام من العبادات و مهما فعل من الطعات فحق الله أعظم و ما له أجل و ما يجب لإدراك ما يستحقه شيء لا يطيقه الناس قال الله تعالى و ما قدر الله حق قدره و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة و لذلك كان العارفون من عباد الله عز وجل يعلمون أنه مهما كان من أعمالهم فإنهم لن يبلغوا حق الله تعالى و لن يقدره قدره و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه و أعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله قالوا و لا أنت يا رسول الله قال و لا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته و بالتالي لا تستكثر شيئا على الله عز وجل كما قال ربك و لا تمن تستكثر فإن فضل الله تعالى عليك عظيم و إجلاله جل وعلا و إحسانه لا يبلغ العباد إدراكه و لا يعرفون حده فقد بلغ في ذلك شيئا لا تدركه عقولهم و لا تطيقه أذهانهم فهو الجليل الكريم سبحانه و بحمده حقه علينا أن نمجده و أن نقدسه و أن نعرف له ما له من الكمالات و أن نقر بعجزنا عن أن نبلغ قدره أو أن نجزيه حق ما يستحق من عباده و ما قدر الله حق قدره جل في علاه إن الأحدية أثبتت لله عز وجل الانفراد في كل كمال و الصمدية أثبتت له جل وعلا أنه الذي قد بلغ الغاية و المنتهى في كل صفة من تلك الصفات إن المؤمن يتأمل بهذا كيف كانت هذه الأسماء مبلغا عظيما أن وصفها بعض أهل العلم بأنها الاسم الأعظم الصمد و الأحد قال بعض أهل العلم إنهم الاسم الأعظم بناء على ما اجتمل عليه من كمال المعاني و أنت إذا تأملت كلام العلماء في معرفة الاسم الأعظم وجدت أنهم يقولون في ذلك عدة أقوال فمنهم من يقول إنه الله و منهم من يقول إنه الحي القيوم و منهم من يقول إنه الصمد و منهم من يقول إنه الأحد و يقال غير ذلك من الأقوال و هذا يدل على أن التوصل إلى معرفة الاسم الأعظم محل اجتهاد و ليس أمرا محسوما ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر في وصف الاسم الأعظم عدة أحاديث فجاء أنه سمع داعا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفا أحد أن تغفر لي فقال سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى و إذا دعي به أجاب و جاء أن الاسم الأعظم في ثلاثة سور في آل عمران و في البقرة و في آل عمران و في طاها و ذلك إذا تتبع وجد أنه الحي القيوم فهو المذكور في هذه السور إذن هذا التنوع يدل على أن الاسم الأعظم لا ينحصر في اسم محدد بل الاسم الأعظم يصدق على كل اسم بلغ في وصف الله عز وجل مبلغا استوعب كل كمال إما على وجه الانفراد كما هو في اسم الله و إما على وجه الاقتران كما هو في الحي القيوم فإن صفات الذاتي تعود إلى الحي و صفات الفعل تعود إلى القيوم و كما هو في الأحد الصمد فإن الأحد يرجع إليه انفراد الله تعالى بكل كمال و الصمد يرجع إليه أنه جل في علاه الذي بلغ في تلك الصفات المنتهى و الغاية فليس فوق صفاته كمال و لا وراء ما أخبر به عن نفسه مبتغى لزيادة في فضل أو شرف أو سدد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفا أحد هذه الآيات الكريمات بيّنت الصمد بسابقها و لاحقها و بيانها فإنه قد ذكر بعد الصمد لم يلد و لم يولد و هذا من معاني الصمد فإنه الذي استغنى عن أن يكون له ولد و استغنى أن يكون له والد فهو الغني جل في علاه سبحانه و بحمده الذي كل الخلق إليه فقراء و هو عنهم غني سبحانه و بحمده ينبغي للمؤمن عندما يقرأ مثل هذه الآيات و يقرأ هذه السور أن يستحضر هذه المعاني أنا أجزم أن هناك فرق بين أن أقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفا أحد قراءة لسان دون عقل ذهن و فهم قلب لكن الذي يقرأ هذه الآيات و هو مستحضر هذه المعاني بالتأكيد أنه سيجد في قلبه من اللذة سيجد في قلبه من الحياة سيجد في قلبه من زيادة الإيمان ما لا يجده في غيره و لا يجده أيضا في قراءة اللفظ التي يتجرد فيها عن فهم المعاني لهذا ينبغي لنا أن نحرص و أن نبذل الجهد يا إخوان و يا أخواتي في تفهم كلام الله عز وجل عندما نقرأ لا سيما ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات أن نبذل جهدنا في فهم تلك الصفات فإنها مفاتيح العلم بها يدرك الإنسان عظيم قدر الرب و يؤدي بعض حقه من تحقيق العبودية له أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فهم كلامه و أن يرزقنا الفقه في أسمائه و صفاته و أن يرزقنا العمل بالصالحات و إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضيع و داعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته